السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد ومعاكم فيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تحديث جديد من تحديثات برنامج يوناردو اي اي أو موقع ليوناردو اي اي أو موقع ليوناردو اي اي هذا الموقع الذي يمكن من خلاله تحويل النص إلى صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي النهاردة هنتكلم عن إزاي ممكن نحول السكتش لصورة مش بس لصورة لصورة حسب تصورك يعني أنت مش شرط تكون بتعرف ترسم أصلا أنت بس هتديله أنت عايز ايه بالزبط أو الفكرة ايه من خلال الرسمة وحتقول عايز ايه بالزبط بالنسبة للرسمة دي هنشوف مع بعض الموضوع ده بشكل بسيط جدا ومن غير أي تعقيد في خطوات بسيطة كونوا معنا هنرجع لكم مرة تانية لما تخش على موقع اليوناردو اي اي هتلاقي فوق كده مقسم لك الإمكانيات اللي بيقدر يقدر يقدمه لك الموقع أو إيه المميزات اللي موجودة في الموقع أهمها طبعا الامج جنريشن اللي هو توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي من خلال النص بموضل مختلفة وأشكال مختلفة أو السايدز مختلفة تاني حاجة وده الجديد اللي هنتكلم عنه النهاردة تقدر انك انت تسكتش أي حاجة انت عايز تعملها سكتش يعني مش شرط تكون محترف انت هنشوف مع بعض الوقت الموضوع ده هيتعمل بشكل بسيط جدا وممكن انك انت تحول هذا التصميم للي انت عايزه تالت حاجة canvas editor وده استخدمناه من قبل كده نعمل edit على images وشوفنا ازاي ممكن احنا نعمل يعني نبني أو على canvas كذا ممكن كذا صورة نستخدمها لبناء مثلا شكل معين أو انت بتعمل story فعايز تعمل صورة كذا صورة عايز تحطها في صورة واحدة ممكن تستخدم ال canvas editor وفيه الموشن وده احنا مستنينه بفرغ الصبر coming soon اللي هو ال generative video وده اللي ان شاء الله بإذن الله يعني احنا feature مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي إلا لما تنزل بإذن الله هبتزي نهارده نتكلم عن الحاجة اللي احنا جايزين نتكلم عنه هي live canvas تعالوا كده نشوف مع بعض live canvas ممكن ندينا إيه هنا هتبتدي في الجزء ده ترسم الحاجة اللي انت عايزها يعني تخيل انت عايز إيه بالظبط أنا حطرت نبع عشر تم خالص فهنا هبتدي ان أنا يعني ابسط حاجة الواحد ممكن يرسمها وردة ايه دي اهو وردة بالمنظر ده كده ويعني ايه أنا يعني فشلة جدا في الرسم اهو ايه دي الشكل اهو بالمنظر ده وحاجة هنا اقول له أنا عايزة ايه يعني عايزة ايه من الرسمة دي هنا ده generative strength ممكن ايه اقلله شوية ده generative strength ممكن اخليه الكرياتيفتي بتاعته بالمنظر ده هنا هقول له a single red flower واخبانك وانت بتكتب هو بيتخيل انت بتكتب ايه وبيديك بريفيوني in a silver vase حط هالف silver vase حط هالف silver vase on a table بالمنظر ده فهنا هو عطوني a single red flower in a silver vase on a table او on the table بالشكل ده ممكن اقلل الكرياتيفتي شوية وممكن ازود الكرياتيفتي شوية وهنا ممكن اختار ال style نفسه يبقى photography ممكن اخليه painting ممكن اخليه fantasy art ممكن اخليه فهنا انا المتحكم في ال style الخاص بالصورة بتاعتي وهبتدي ان انا كمان ممكن اعمل كرياتيف ريفاين هنا بيديني صورة بيزبطها لي بقى يعني بيبرزلي الحواف كمان بتاعتها وبيزبطلي التفاصيل اللي موجودة فيها هنا لو انت نزلت في drop down ليست هتلاقي كرياتيف ريفاين مود ونورمال ريفاين مود لو انا عملت instant refine حيبتدي ان هو يزبطلي الصورة بتاعتي وحيستهلكلي حوالي 8 coins شايفين التفاصيل بينه ازاي عمل لي وضوح اكتر للتفاصيل الموجودة في الصورة وبعد كده بتبتدي ان انت تعمل download للصورة بتاعتك وتستخدم الصورة بتاعتك زي ما انت عايز انا بصراحة شايفة ان الادا دي اداة ممتازة جدا 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 من ليوناردو ليوناردو مش واقف ان هو بيحاول نص الصورة ولا بيضيف موضلز جديدة ولا استعايد زيديدة لا ليوناردو بيبتدي ان هو يعمل ابداع بصراحة داخل الموقع بتاعه ده الجزء المتعلق بتحويل الـ sketch ايا كان ما بتعرفش انت اصلا يعني ترسم الى صورة وفي بقى كمان هنا شوية edit tools موجودة في add image نعمل انواع inspiration يعني بتديك كده يعني وحي كده للي بتقوله انا عايز حاجة شبه كده وينا عندي erase كمان نقدر نحنا erase ده وإحنا عايزين نعمل erase لحاجة معينة ممكن انت erase درجعت erase فحينعكس شوية على الصورة تانية ودرجع للصورة الاصلية بتاعتك في عندك كمان الجزء المتعلق بselect دي شوية edit tools يعني ممكن انك انت تستخدمها وفي الاخر خالص ممكن تكلير الـ canvas خالص وتمسحه اوكي تعال انا نجرب حاجة تانية مثلا انا هنا هجرب ابتدي ان انا ارسم ارسم هنا مثلا اهو يعني كأني انا هنا برسم قطة يعني انا اسطلا مش عارف انا بعمل ايه انتم متخيديين انا بقعبش ارسم خالص يعني انا مش قادرة ارسم حاجة هنا ممكن اقوله اقوله a white a white Kate is playing at the garden وهنا ممكن انا اغير اخليها cinematic اخليها enemy ممكن اخليها sketch color ممكن اخليها painting ممكن اخليها photography الحاجة اللي انا شايفاها عجبيني ده بتزي ان انا اقف عليها وابتزي اعمل لها creative refine او instant refine انا هخلي creative refine زي ما هو هبقى انفع علامش هخلي normal refine وهعمل او هدوس على instant refine عشان نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي شايفيني النتيجة دقيقة اكتر العين بين اكتر المنخير بين اكتر الفم بين اكتر بتاع القطة زي ما احنا شايفينه وفي الاخر بتبتدي ان انت تعمل download ولو عايز تغير حاجة بتستخدم eraser او select والادوات الخاصة بالphoto editor الخاصة بالsketch وهي دي الاداء الجديدة الموجودة عندنا في Leonardo AI اتمنى تكونوا بتستفيدوا باللي احنا بنقدمه بنحاول نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد وبالذات بنركز على ادوات الزكاة الاصطناعي لان انا يعني فيه اعتقاضي ولازم الانسان يكون بيبدع ولازم الانسان يكون بيضيف لكن لازم تكون عارف ولازم تكون فاهم الحاجاتي هتوفر عليك وقت ومجهود ولو انت ما تعلمتهاش دلوقتي فيه غيرك هيتعلمها وحيستخدمها وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعالوا الجرس لو كنتوا بتشوفون الاول مرة وحسيت ان المحتوى الخاص بالقناة ده بيفيدكم ولو كنتوا من متابعينا الاعزاء ما تنسوش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته